سلام عليكم ومرحبا بكم معاكم ام يارا وصفتنا لنا هاليوم سوفلي بدون عجن رح يكون بعجينة خفيفة وسهلة التحضير والحشوة رح تكون اقتصادية وزاكية في نفس الوقت نمر مباشرة تعرفوا على مقادير الوصفة وطريقة تحضيرها اول حاجة هنا حنوجد الحشو جبت نص صدر جاج نزيد عليه نص مغرفة كبيرة لاموتارد اللي هي الخردل عندي فلفل لكحل وشوية ملح نزيد عليهم وحتلت مغارف كبار تاع الزيت نخلطهم عكا مليح ونخلي هذا الجاج يتمارينا يعني نقدر هاد العملية نديرها قبل ما نبدأ نخدم السوفلي تاعي نحطوه بجيهة ونروحو للعجينة بالنسبة للعجينة نحتاجو كاس حليب دافي حجم الكاس 220 مليلتر نزيد عليه مغرفة كبيرة خميرة الخبز مغرفة كبيرة سكر وخمس مغارف كبار زيت تحبو هنا تستعملوا الزيت نباتي ولا زيت الزيتون وبيضة وبعد نحرك هاد المكونات مليح نبقى هكا نحرك فيهم حتى الحبيبتة السكر وتاع الخميرة نحسوهم باللي نحلو معانا بعد ما حركتهم مليح نزيد عليهم مغرفة صغيرة ممسوحة ملح يعني المغرفة ما لازمش تعمروها بزاف ونحرك غير شوية برك ونبدأ نزيد في الفارينة جبت له هنا يا الكاس اللي كيلت به الحليب هو نفسه اللي نكيل به الفارينة عمرت الكاس اللول والكاس كان ممسوح ونجوزه هكا في صفاية ونزيد الكاس تاني انا هنا يلا المقدار تاع الفارينة هنعطي لكم يعني الناس اللي حيستعمو فارينة عمر اذا استعملتوا نوعية واحد اخرى اكيد المقدار تاع الفارينة ما راحش يكون كيف كيف حطيت الكاس تاني ونوجد لهنا الكاس تالد نبدأ نطم في العجينة بهات الشكل العجينة اللي لازم تحصلوا عليها هي عجينة تكون طرية وتتلاسق هنا الخالد التاعي مازالوا جاري بزاف نشد هذك الكاس تالد ونفرغو فرغته يعني ضربة وحدة ونبدأ نطم في العجينة ونبقى نزيد في الفارينة غير بشوية حتى نتحصل على عجينة كيما قلت لكم تكون طرية وتتلاسق ما تكونش جارية بزاف هنا العجينة التاعي مازالها مخصوصة فارينة على هذي نزيد الهناية وربع كاس فارينة يعني ما نسحقش بزاف نحط هذ الربع كاس ونبدأ نطم في العجينة راح نتحصل على عجينة طارية وتتلاسق وهنا بالنسبة لهذا الوصفة تاعي اليوم دايما نحب نذكركم باللي راكم حتلقوها مكتوبة على الكوكباد هذ الموقع العربي الخاص بالطبخ راح تلقو فيه بزاف وصفات وصفات التوعي وتعشيفان وحدة اخرين راني حنخلي لكم رابط تحميل هذ التطبيق في صندوق الوصف كيما حنخلي لكم رابط هذ الوصفة مكتوبة هنا العجينة بعد ما طميتها غطيتها بورق شفاف بلا ما ندلكها هذ العجينة ما تحتاج شدلك يعني غير طموها غطوها بورق شفاف وخلوها حتى تخمر ويضع في الحجم تاحا انا راح نخليها تخمر ونروحوا الهنايا نحضروا الصلصة البيش عمل بالنسبة الصلصة البيش عمل جبت الهنا كاسورونا نحط فيها 50 قرم زبدة معنتها شدو هذيك العلبة 250 قرم قسموها على خمسة ودوه جزء نزيد عليها زوج مغارف كبار فارينة ونحرك هكا مليح ونخلي هاد الفارينة تقلى مليح شفو هنايا باش لاصص بيش عمل جيكم بنينا لازم هنه تقلوها على نار قليلة ويعني مش يمعدو بالزبدة خلاص تبدو تخدمو لالا لازم هذيك الفارينة تقلى باش تعطينا بنا هنه بعد ما قليتها نزيد عليها زوج كيسان حلي بحجم الكاس 220 ميليليتر وشوية تعفلفلك حل والملح واللي عندها جوز الطيب تديرها يعني جوز الطيب تانيك حتعطيها بالنهيلة انا ما كانتش عندي الهادي ما درتهاش ونبقاها كان حرك بسرعة في هاد الخالط يعني يبقى وغير تحركوا ما تحبسوش كامل حتى نحسو باللي هاد اللاصص بدات تختار معانا شوفو هنا هيك اختارت زيت لها جبن طاري زيت قطعة كبيرة ومعن نحط هذاك الجبن نطفي على النار ونبقا هكا نحرك حتى يدوب تماما هكا اللاصص بيش عملتها هي راهي جاهزة دو كنجيب ورق شفاف ونغطيها ونهبط ورق شفاف حتى اللي تحت بش مدير ليش طباقة ونحطها بجيها ونعود نولي العجينة هايليك هنالعجينة بعد ما خمرت وضاعف الحجم التاحا نحي عليها هذك الورق الشفاف ونحطها على طاولات العامل بلا ما ندلكها ونشكلها على 12 كورية هنالي حبت بالميزان هاد الكوريات تديرهم حوالي 60 قرام همليك الكوريات تاعي بعد ما كملتهم نغطيهم هكا بصاشي ونخليهم وحزوش دقايق هكا ونبدأ نخدم احنا يا كما راكم تشوفوا الاصص بيش عمل تاعي بعد ما بردت تماما لازم الحشوي يكون بارد نحرك هامليح وهذا كل الجاج اللي كنت مارينيته قليته وفتته ونخلطه مع هذك الاصص ونبقا هكا نحرك شوفوا هاد الحشو يعني رح يجينا زاكي ما لقري استعملت نصص درت عجاج ميت حصلت يعني على حشو شوفوا كيفاش جاب الزاف الله يبارك نحطو بجيها ونبدأ نخدم نرش طاولة العامل بشوية تاع الفارينة ونحط كورية تاع العاجين نبسط ها هكا غير شوية بيدي ونبعد نجيب الحلال ونحلها نحلها هنا بصم كماشي رقيق بزاف وماشي يخشين هلا وجيبت اللي هنا يا هاد المول تاع اللي صوفلي اللي كين اللي يقولوا المول تاع الكوكا واللي ما عندهاش تقطع دائرة وتحط الحشو يعني عادي نحط هنا كمية مليحة تاع الحشو ونسقمو هاكا على شكل نصف دائرة ونبعد نجيب شوية تعلمة ونحط كمية قليلة في الحواف هاكا باش كينغلق العجينة نضمن بلي كينحط ها الطيب الحشو محش يخرج معايا نضغط هاكا مليح ونحي هادوك الزوائد ونحطهم يخمروه وما ثاني يكون بعدها ها نعاود نخدمهم يعني كي يتلموا لي بزاف نعاود نخدم بيهم ونحي السوفلي رح يتنحها معايا بكل سهولة وبعد ما كملت احنا يا صينية اللولة جبت صافار حبة بيض زيت لها مغرفة صغيرة حليب وحزوش قطرات تاع الخل الابيض دربتهم مليح بفرشيطة وجبت بنسو ونبدأ ندهن بهات الشكل حتى نكملهم كامل وبالنسبة للتزيين حنا نرشحنا شوية تعجل جلان كي ما تقدروا تديروا سانوج ولا بذور شوية كي ما تقدروا ما تديروش كامل وزيت لهم اللي هنا نصح باتع زيتون خضر ولا تقدروا تاني كديروا زيتون اسود ونخلي هادي لي يسوفلي خمروا لمدة عشر دقايق وندخلهم الفرن اللي يكون شعلته مسبقا على درجة حرارة 180 درجة نشعل لهم من تحتها ما رحش ياخدوا وقت معايا طويل بزاف وبعد نعاود نشعل لهم من الفوقة ونجبدهم وفي الوقت اللي سوفلي تاعي راهوي طيب روحت الهنية نشرب معاكم هادلاتيزان ونعرفكم بيها تاغبونيسانس اللي هي ديجيستيف هادتيزانة طبيعية المية بالمية اللي ما فيها حتى مواد كيميائية ولا محافظات مليحة بزاف الاشخاص اللي يعانيوا من مشاكل في الجهاز الهضمي وصعوبة الهضم للآلام وانتفاخات البطن يعني لما يشربوا هادتيزانة ويدوموا عليها رهم حيتخلصوا من هاد المشاكل الكامل بالنسبة لطريقة الاستعمال نحط هاكا في كاز ما سخون يكون يغلي ونحط فيه كيس من هادتيزانة نغطي عليها لمدة 1-3 دقايق حتى الخمس دقايق هاكاك ونتناول هازوش خطرات في النهار خطرة مور الفطور وخطرة مور العشا يعني هكا بالمداوامة الانسان رح يتخلص من هاد المشاكل ماشيز عما نشربها خطرة ونقولها يا خلاص ما دارت لي وانو لا لا لازم دوموا عليها باش تلقاوا نتيجة نعود نولي لهنا اللي سوفلي تاوعي بعد ما طابوا وحطيتهم في طبق التقديم كان هذا هو الشكل نهائي انا بكل صراحة طيبة طماش نحبهم مما قدرتش نصدرهم يعني كانت اللي طيب يكلوها لي هادا وش قدرت نوري لكم معليش لا تحبت فيهم البركة لسنصيال نتيجة كيما راكم تشوفو سوفلي خفيف ريشة نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتحطوا لي تطبيقاتكم عبر الكوكباد واول تطبيق هو لي حننشروا في القناة كيما العادة ودوكا ما بقى لي غين نقولكم تهلوا في روحكم نتلاقوا ان شاء الله في وصفة اخرى عن قريب مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة